السلام عليكم وتحية طيب الكل ومحبين قناة كريم كسر اينما كنتم مرحبا بكم معي مجديد. اليوم في هذا الويديو هنتكلمولا واحد الموضوع اللي هو مهم بزف. اللي عنده علاقة بتلقيح دي الاطفال هنا في اسبانيا. كما كتسموه في الاخبار والجرائد اللي كل شي كيتكلم لهذا الموضوع ده. كتعرفوا هنا في اسبانيا علنات على ان في النص ديالشهر طناش غد تخصل بثلاثة المليون وثلاثمائة الف حقنا اللي غدتكم توجهه للدلالي الصغار لبين خمس سنين و 11 سنة. طبعا هذا الموضوع ده كيخوف بزاف ديالعائلات خاصة الناس اللي رافضين الموضوع ديال آآ الباكونة. هنه هنتقسم معكم العلومات اللي عندي انا يا. واللي غندير انا. انا شنو غد ندير في هذه الحالة هدي بما انا كنت عايش هنا في اسبانيا وبما انا حتى هاد تلقيح كيهم بنتي انا اللي عندها سبع سنين. اذا شنو غد ندير انا في هذه الحالة هدي اللي غدتقسم معكم بالطبع اللي الناس اللي رافضين هاد المشروع هده شنو يقدر يديرو حتى هما يا. المعلومات اللي عندنا هنتقسمو معكم ان شاء الله. وانتمنوا فقط ان الفيديو تبارتاجه وتعطالو لايكات بزاف لان المعلومات المهمة ما كتلقاش حقها لا في اللايك ولا في البرتاج. كتلقا غدتها فهاكتضر بزاف. على اي مهم. دبا الناس اللي قابلين المشروع ما عليهم مش الكلام. اللي موافق على مسألة دي اللي يقاح الله يعونه. بغا يملاقح نولاده ولا يعونه. ما عندناش مشكلة معه. جا جابوا البكونات وبغاوا يدروا هالدريس الصغر بين خمسين وحتى عشر سنة. اللي متفق وبغا يمشي ديرها. ما عندناش مشكل معه. فهذاك حرية دياله شخصية وختيار دياله هو اللي بغا ذاك شي هادك. دبا كي آنونسيو. الوزيرة دي الصحة كتقول بي ان اسبانيا غد توصل دابة حاليا في النص دي شهر تناش بالضبط. نهار تلتاش فهات شهر دا شهر دجمبر. غادي توصل بثلاثة المليون وتلتمية الف حقنا اللي غد توزع على الكموني دا ديز دير اسبانيا بصفة عامة يعني شوية شوية فالكموني دا. وطبعا هادي آه الدفعة هادي ما غا تكون شي زعمها هي يكل شي. ما زال كنا دفعات اخر يعني المشروع غادي يبدأ غالبا غا يبدأ يعني فيانا يركضون. يعني الان عدي غادي ديو واحد اجتماع باش يتكلمو فهات نقطة هادي يعني النهار اللي غا يبدأ فيه وكيفاش غا يبدأ الى غير داري. حاليا الاخبار اللي كينا وتصريح لي صرحات به الوزيرة. يالصحة هنا في اسبانيا كارولينا داريس. اشنو قالت. وكما العادرة راكم عارفين السيستنب كدير. غادي يبدأ قاتلك اسيدي. احنا غادي نحاولو ما امكان. اننا منين بدأو المشروع ديال تلقي حتري الصغار بين خمس سنين وحدة صر سنة. غا ننخليو الامر ماشي اجباري. الوزيرة قالت هاد الهضراء هادي دابا. اننا غادي نخليو الامر ماشي اجباري. غيبقى اختياري عند العائلات اللي ابغاء يلقح نولده ولا بنته يلقح. وخمسين هاد كلام هذا. انما احنا عارفين هاد الكلام اللي قلت الوزيرة. هاد كلام ديال البداية. انو هكا كي يبدأو. في البداية كيقول لك هكا ماشي اجباري. وهدو كيبدو ضريفين. ديما كيبدو ضريفين غيب شوية وهدو. ويكن من بعد كيبقى وعاوشين يقول لك ولا حقا خصك ضروري لا ما تدير شي لا ما تقرأش ولا. هنا في الحالة هادي الناس سالفة كتقول لك اه شنو غا ندير انا يا. اي لا وبليجو عليا. دابا حاليا في البداية الامر غا تكون غادام زيان. غا تكون ماشي اجباري. وكل واحد اختيار ديالو اللي بغا يدير دي لما بغاش يدير ما يدير. ولكن في الوقت اللي غا يولي وفرضوها عليا. شنو خصك تصرف. وكيفاش انا كواحد كريم. كي عيشنا باسبانيا. شنو غا يدير. فهذا الحالة هادي. انا الحاجة الوحيدة اللي ها قدر ندير في هذا الحالة هادي حاليا. اللي اه اصلا حتى القانون كي يخول لي انا نديرها. وان مني غادي يجيو ويأبلي يجيو عليا يقولولي بنتك داروري خصوة نديرو للباكونا. ها نقول لهم حاجة وحدة. واش قدروا تفرميولي شي ورقة. انكم تلتزموا فيها. اذا وقع عن بنتي شي حاجة. خيبة. بسبب هاد اللي قاح هادا. تكونوا انتم المسؤولين في هاد الشي اللي غا يوقع عن بنتي. قادرين تكتبولي واحد ورقة واحد تقرير او لو واحد التزام ولا. تكتبوه لي. ونقول لكم حتى بال اسبانيا باش الناس اللي ما عرفوش كي باش يديرو التواصل. سهلا. غادي تقول لهم. قادرين تصبحوا في الناس اللي ما عرفوش كي باش يديرو متى. سيقولون هاد الهضراء هادي هادك الطبيب او الطبيبة او الانفرمير او المدرسة اللي غادي بغي فرض عليك شي حاجة. إلا قل لك يو ديوة خامزيان يو ديوة ساعة نتفهمه. إلا قل لك لا يو دي سافيدك ساعة كنت بقان تايا الصحة دي لولدك وبنتك حر فيها فراسه ما شيء ابليجي يعلي لان علاش. لان اللي كنت كتدر لاراسك انت مقتنع بها انك تايا تدير لبك ونراسك انت هادك راسك. اما ولدك ولا بنتك فالمسألة كتختلف لانه يقدر. إلا كان عنده شي تدعية خيبة من القدام فولدك ولا بنتك غادي يقدر يحسبك لادك شي اللي درتي. هيقول لك انا جدك انا تتوافق على تدير شي حاجة اللي انا. لان احنا ما عارفينش واش غا تسبب لهم العقم من هنا القدام واش غا تديرهم شي خلال شي خالية ولا شي حاجة. الله اعلم. لان الحاجة اللي كتهربوا منهما هما انهما كيلتزموا بتاشي حاجة. المسؤولين. إلا قلت لهم. مش يغي في اسبانيا في اي دولة في العالم. إلا قلت لهم معطيوني واحد الالتزام انه لطرى لي شي حاجة خيبة. بسبب هاد اللقاح تكونونتم المسؤولين. وها يدي لكم اللي بغيتو. حتى واحد ما يبغي التزم. علش ما يبغي التزم تشي واحد وعلش اصلا ما يلتزموش. لانه في المجمل هو لقاح تجريبي. فقط الاقل والاكثر. احنا في البداية من يبدينا شنو كانو كيقولونا. كانو كيقولونا بان هاد الوباء اللي يجا لا يشكل خطر على الاطفال. قالوها مرارا وتكرارا. المتخصصين في الميدان. قالوا لا يشكل خطر على الاطفال والاطفال لا داي انهم يدولوا الاحتياطات اللازيمة والاوالو. لان المعنى عادية لهم يعني قوية اكتر من الناس اللي عاديين. فلا خوفا على الاطفال. هكا كانو كيقولونا كيعلمونا. اش نوقع دابا باش ولينا من لا خوفا على الاطفال. ولينا نجيبوه غادي ندقوهم حتى همايا. اش نوقع. شنو تغير في الدنيا. فين هو الكلام ديال البداية دياله ديال عامين. مشا. الكلام هادك مشا. اذا هنا كنفهمو بانا الامور كانت تبدل مع الوقت. يعني ما كيبغوش يعطيونا كل شيف دقة واحدة. باش احنا دغيا دغيا نقاون ننساو. كان نقوم ننساو الكلام القديم. وكان بداوه مش جديد. في الاول كانو كيقولونا الناس اللي عاديين. ياخدو حريتهم اللي بغا يديرها اللي بغا يديرها اللي بغاش ما يديرها. دبا ولا تبليجي للصافار. ولا بلادنا اللي هي بلادنا منعاتنا ما مشوش ليها لكونا ما ملق حينش. ولا زعمها يعني بصحة صحة. ديرها بغيتي ولا كراتي. شو الوزيرة بنفسها كتصرح بان هاد آآ الحقن اللي غا جير اسبانيا غادي نديرو هالدريس صغر بين خمسين وحتى صار سنة ولكن بالخطر ديالهم. طبعا لان البداية طبعا الحال. وانتو ما طبعا الحال الناس اللي رافضين المشروع غادي قولوا له وصافيا ما كيش مشكلة. انا كندركم ماس ادلانتي من هالقدام والشي هادة راه ماشيغي في اسبانيا. الفيديو راه موجهش غير نسلي في اسبانيا. الفيديو راه موجهش نسلي في اي مكان في العالم لان هادش هادة غايتك بما غيترا هنا غايترا في اي دولة في العالم. اذا كنتي رافض المشروع ديال الى الى اللي كنتي موافق شغلك هادك والله يعوننا ويعون لك ما نهضرش عليك. انا كنقول يعني في الرأي ديالي انا مثلا انا يا فراسي واخا نقطع نوافق نقطع ما نوافقش لا حسب ولكن في المسألة ديالبنتي انا ما نوافقش لان ما عجبنيش انا هادش هادة كامل وهاد مشروع كامل ما بليش في البلان والكلام المتغير لو كانوا من الأول فاش خرجت الكورونا من الضيبار وقالوا نا راح خاطر الأطفال وضروري الحماية وهذي أخها وكل الكلام تبدل إيدان شي حاجة ما شي يديك سما هاتشي اللي خلاني نرجع نشك وما نتقش في هذا المشروع هذا ونخاف على صحة بنتي بطبيعة الحال لأن بنتي أغلى مني أنا نفسي أغلى بنتي أغلى من نفسي هذا هو اللي أنا بغيت نتقسم معكم باش حتى الناس اللي دبا خيفانين وكيقول لك شنو هنديروه وكي غانين نتصرفوه فالطريق اللي غان نبدو منا هي هادي عادي يبدو الطريق بحال هكا كما كنقول لكم أنا هادية المصار اللي همشي فيه من بعد ماس عادي لم تبنى القدم أشي يوقع شنو هنقدر نديرو الله وأعلم حنا هنقدر نديرو اللي قدين عليه ومن بعد هنشوفوه عاوسيني شنو المخططات اللي جاية وكي عادي نتصرفوه من القدم واش عمشوا المحكامة واش عادي زاقا واشنو هادي يديرو معانا اللي أعلم مهم دبا كبداية كردة فعل دي لك انتش قدر تدفع لك قدر دير هات الخطوات اللي قدت لك مثلا وتقدر يعني تمشي راسك بيا حتى نشوفوه من القدم شنو يقدر يوقع كندروا الوقت اللي قلت كل شي تتقسم معكم دك شي اللي أنا يا قدرني الله عليه قلت لكم والله يدير شي تاول دي الخير لايكات الاخوانين مهمة مزاف لانا ما يقدروا اللايكات كي يطلع الفيديو وكيقدر يوصل الناس خرين ولا بارتاجتي اكون شاكرا لك لانا طمئن واحدين خرين وخلي الناس تفهم كيف اجدير الميصاج باش على الأقل تعرف تصرف في الوقت الشدة تعيش لكم محبين قناة الكريم كاسر لانما كنتم ورح يكونوا مشاك جديد تذكر القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته